كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية أن الفصائل دخلت حالة الاستنفار التام بعد الغارة التي استهدفت مواقع تابعة للحجد في ناحية جرف الصخر شمالي بابل وقال المصدر أن فصائل المقاومة لم تتفاجأ بالغارة التي استهدفت الحجد الشعبي في قاطع جرف الصخر شمالي بابل لتسفر عن سقوط قتلى وجرح وأشار إلى أن تنسيقية الفصائل العراقية تدرس الرد المناسب على الهجوم الأمريكي مضيفا أن استهداف الحجد الشعبي دليل على أن واشنطن تعامله كقوة إيرانية وأن فصائل المقاومة العراقية في جهوزية تمت للرد بحسب تعبيره